ينضم إلينا من باريس محمد كلش الباحث في شؤون الفرنسية والعلاقات الدولية أهلا بك معنا في هذه النشرة من قناة الغد سيد كلش أهلا بكم مرحب أهلا وسهلا رئيس ماكرون يطالب الغرب بتقديم ما سماها ضمانات أمنية ملموسة وذات مصدقية لأوكرانيا ما المقصود بهذه الضمانات ولأي سبب؟ بداية الحديث عن الضمانات من نسبة إلى الرئيس ماكرون ليس جديدا مع الحديث عن التفاوض وإمكانية التفاوض حتى خلال اتصالاته التي استمرت على مدى أشهر مع الرئيس بوتين حوالي خمسة عشر اتصالا نهيك عن اللقاء الطويل المطول مع بوتين لقاء تسع ساعات لكن حوالي خمسة عشر لقاء يبدو والذي يبدو أنه لم يوصل إلى نتيجة كان يتحدث دائما عن أن المفاوضات ممكن أن أي حال ممكن أن يجب أن يتضمن ضمانات ضمانات طبعا لكلا الجانبين ضمانات أي أن لا يسمح لأي من الطرفين بالاعتداء أي طرف على الطرف الآخر لكن موضوع الضمانات اليوم بات مختلفا إلى حد كبير عن موضوع الضمانات كما فهم من كلام رئيس مكرون في البداية اليوم يتحدث عن ضمانات أمنية بالمعنى الكامل للكلمة ضمانات أمنية وهذا الموضوع يبدو أنه يبحث على مستوى الناتو من المفترض أن يكون بحث في أسلو مع وزراء خارجية دول الناتو وهناك يعني مع استبعاد انضمام أوكرانيا إلى الناتو الخيار الآخر بالنسبة إلى ماكرون وبالنسبة إلى دول أخرى من الناتو طبعا هذا الكلام لا يتعلق بمواقف دول البلطيق وبولندا دول البلطيق وبولندا تطالب بأن تنضم أوكرانيا إلى الناتو لكن بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا والويات المتحدة الأمريكية هناك تحفظات لكن لماذا ماكرون يطلب هذه الضمانات من الغرب إن كان المقصود بالضمانات مثل ما شرحتها لنا الآن هذا يعني يفترض أن تطلب من موسكو أليس كذلك أن تقدم موسكو ضمانات أمنية لكييف وتقدم كييف ضمانات أيضا لموسكو لكن لماذا تطلب من الغرب الموضوع الضمانات بمفهوم الاتفاقات نهاية الحرب طبعا مطلوب من موسكو كما هو مطلوب من كييف من طلب من كييف في نسبة إلى موسكو كما هو مطلوب من موسكو إلى كييف لكن هو يطالب بضمانات أمنية لهذا البلد لأوكرانيا لكي تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها في حال حصل اعتداء عليها أو غزو روسي من جديد عليها هذه الضمانات الأمنية ماكرون يتحدث عنها وهناك حديث في الولايات المتحدة الأمريكية عن مثيلاتها طبعا مواقف ماكرون هي الأوضح بالنسبة إلى ما يدور في الفلك الأمريكي الألماني الفرنسي لكن هناك توجد اتفاقات منسك سيد كلش وكان يفترض بهذا الاتفاق أن تحفظ الحالة الأمنية بين الطرفين اتفاقات منسك عمليا مع هذه الحرب يعني أصبحت بفعل المنتهية يعني اليوم أي اتفاق أمني جديد أي اتفاق نهاية الحرب سيكون متجاوزا لاتفاقات منسك اتفاقات منسك يمكن القول بأنها لم تعد كافية لفض الخلاف الكبير أو لإنهاء هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون هناك في حال حصل التفاوض سيكون التفاوض شاملا أكبر ويتعدى بخطوات كثيرة اتفاقات منسك رغم أنها اتفاقات لم تفضي إلى نتيجة واستمرت الحرب منذ عام 2014 لكن بالتحديد حين نتحدث عن ضمانات أمنية يمكن نقل ما يدور في الفلك الأمريكي أي أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ليست مع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لكن مع ضمانات تشبه الضمانات الأمريكية لإسرائيل بمعنى أن الاتفاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تنص على تقديم أربعة مليارات دولار سنويا لإسرائيل وتعاون عسكري دفاعي واستخباراتي على مستوى عال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هناك حديث عن أمكانية أن يحصل هذا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكن ماكرون يريدها أكثر من ذلك يريدها أكثر من ذلك وأقل من الانضمام أي ما بين الانضمام في المسافة ما بين الانضمام إلى الناتو وبين الاتفاقات التي الشبيهة بتلك الحاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهو قالها صراحة هناك تصريح آخر للرئيس ماكرون قال بأن أوكرانيا اليوم تحمي أوروبا لكن لا تعتقد سيد كيلش بأن هذه مبالغة أو هناك مبالغة قليلا في هذا التصريح في تصوير روسيا كعدو لأوروبا في الوقت الذي ما تزال فيه موسكو ترسل غازها إلى الدول الأوروبية كل الدول الأوروبية تقريبا معظم الدول الأوروبية تحديدا دول البلطيق والدول الأوروبية التي كانت تحت ظل في ظل الاتحاد السوفيتي سابقا ترى تتخوف من روسيا تتخوف من أن يكون نصيبها لاحقا ما حصل في أوكرانيا في حال سيطرت روسيا على أوكرانيا في حال كسبت هذه الحرب المواقف معروفة هناك تخوف كبير وأوكرانيا هي الجبهة الأولى لدول الاتحاد الأوروبي من هنا هذا الدعم الكبير من دول الاتحاد الأوروبي طبعا لم يدخل الاتحاد الأوروبي في الحرب لكن عمليا ينظر إلى أوكرانيا وكأنها الجبهة الأولى في الدفاع عن الاتحاد الأوروبي عن دول الاتحاد الأوروبي تحديدا دول الاتحاد الأوروبي الشرقية من هنا المواقف دول الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوروبي مواقف نارية أكثر بالنسبة إلى روسيا خلافا للدول الغربية وإن تبدل الموقف في الدول الغربية اليوم نرى تصريحات ماكرون تصريحات ماكرون اليوم شديدة اللهجة لا تشبه تصريحاته قبل ستة أشهر قبل ثمانية أشهر أو في بداية هذا الحرب يبدو أنه يائس من الاتصالات المكثفة التي كان يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكرا لك من باريس محمد كليش الباحث في شؤون الفرنسية والعلاقات الدولية